هعا مش كذا تسلطه الدنيا عليه يا سيدسة النبي وعنده صلى الله عليه وسلم ليس규 المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفحج سيد النبي وعنده صلى الله عليه وسلم يقول اقربك من مجلسان يوما كاما احسنكم اخلاقه سيد النبي على الزاله صلى الله عليه وسلم يقول اne Little Session يعني انا ب negro سيدنا نبله يقول كذا كذا ولك لا انا امر كذا سيد النبي اقول ليك والله لا يؤمن والله والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول الله من لا يؤمن جاره بوائica اى اذاه تقدر تتكلمه في كل حاجات يقول لك لا هو متصلت في رأيه وفي حكمه هو متاخذ هواه سلطانه وذلك ربنا أقول لك أرأيت من اتأخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة ولذلك صاحب هذا القلب دائما وأبدا تلاقي قلبه يعني فيه نكتة سوداء أما صاحب القلب الأبيض تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعني موفقه ربنا سبحانه وتعالى يعطيه دائما وأبدا من فضله تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالسعادة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى تغمره الفرحة يدي له فرح والسرور لأنه يعلم أنه مع ربنا فيه معية الله مش عاوس حاجة من حد ما يشغلش أي حد بعمل ناس باحترام وبأدب وبأخلاء قلبه ده نظيف قلبه ده ما فيش في غل ولا حقد ولا حسد لحد ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه في كتابه الإحياء الذي قال عنه العلماء من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء قال إعرابوا الكلوب على أربعة أشياء رفع وفتح وخفض ووقف رفع وفتح وخفض ووقف فرفع القلب بذكر الله وفتح القلب بالرضى عن الله وخفض القلب بالإنشغال بغير الله ووقف القلب بالغفلة عن الله يبقى رفع القلب بذكر الله فتح القلب شوف رفع القلب بذكر الله فتح القلب بالرضى عن الله خفض القلب بالانشغال بغير الله وقف القلب بالغفلة عن الله يعني الإنسان لو فتح قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى تلاقي قلبه مطمئن سليم تلاقي قلبه ده عامر ولذلك سيد النبي عليه الصلاة والسلام بقولك كما أخرج العلامة الطبراني أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه اشتركوا في القناة